مرحبا بكم كيف حالكم يا أصدقائي؟ اليوم أيضا سنرسم أشياء أخرى ثم نقوم بقص الأوراق اليوم سنرسم الحيوانات سنحاول رسم دب البندى والبطريق كلاهما يشتركان في اللون الأسود والأبيض ولكننا يمكننا رسمهما بأي لون آخر بشكل رائع أتطلع لمعرفة دب البندى والبطريق التي ستقومون برسمها لذا هيا نتعلمها الآن أولا سنقوم برسم دب البندى نرسم الوجه والأذنين ثم العينين بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر ثم نقوم برسم اليدين والجسد هكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم يا أعزائي قوموا بالتلوين باللون الذي تحبونه شكرا لكم 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 شكرا لكم